السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام ما نبدأ به هو الصلاة على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام كل سنة وحضرتكم طيبين ونهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الناعم الغريبة النعمة ان شاء الله بإذن الله بأسهل طريقة هتقدر تعمليها وتكون معاك ناجحة ان شاء الله بإذن الله مية في المية زي ما حضرتكم شايفين الغريبة وشايفين جمالها هاي ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم وهتلقيها نعمة ودايبة وحلوة وزي الفل ويلا بنا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الغريبة بتاعتنا ازاي اول حاجة ست الكل المكونات بتاعتك هتكون اربع كبيات من الدقيق نص كمية الدقيق سمني ونص كمية السمنة سكر يعني انا عندي اربع كبيات دقيق هحط معايا كبيتين سمنة ليهم ومعايا كبيت سكر كبيتين دقيق اربع عفوا اربع كبيت دقيق عليهم كبيتين سمني عليهم كباية من السكر وبياض بالتيا لو هتعمل كبيتين دقيق بس يبقى تضيف لهم بياض بيضة بس وكبيت سمني ونص كباية من السكر هتكون مكونات بتاعتك في النعم عشان تطلع معاك مسبوضة اه وبياض بيضة اه انا طبعا عاملة ضحفة الكمية الكبات سمنا الاسمنة السامنة Polish ثم طلع سمنة من التلاضي سمتزح بالمضرب اليدوي ORN ا بس قد بالمضرب اليدوي vue بعدها افقها مع بعضها السمنة والسكر وبعدها اضربهم بالمضرب الكهربائي بجمال الـ super بردك بايدك هتكملي بس صراحة مضرب الكهربائي يعني بيخلي بيضرب السمنة معاك بسرعة هي والسكر شايفين السمنة والسكر بيجيت معاي ازاي طلت اضرب فيها بالشكل دي الحد ما بيجوا معاي ها كريم زي ما حضراتكم شايفين انا كان معاي رشة ملح اضيفتها طبعا على الدقيق زي ما حضراتكم شفتها سيفين البيض معايا بجزة عفوا السمنة والسكر وانزلت عليهم ببياض بتين وهنزل فوق بياض البتين دولي بكسين من الفانيلي واضرب البيض مع السمنة والسكر زي ما حضراتكم شايفين حد ما يبقى معاي القوام بالشكل لحضراتكم شايفين وضيت كريم بالشكل دي هضيفي الدجيج بتاعي احنا اتفاجنا انهم اربع كبايات من الدجيج عليهم كباية تنسامنا عليهم كباية من السكر وهجلب الدجيج بتاعي كويس زي ما حضراتكم شايفين في الخليط بتاعي واعجينهم بالشكل دي الحضراتكم شايفين وحد ما تبقى معاي عاجينا حلوة كده اقدر شكلها بكل سهولة ونعمة معاي نعمة معاي هزي الفل نعمة معاي هزي الفل هاخد اه حوالي تلت الكمية انا هعمله كده بالفانيليا هيبقى معاي سادة ابيض وخلي تلت الكمية انا هعمله بالشكلاتة حطله كده معلقة من الكاكاو والخام اه زي ما حضراتكم شايفينو ها عجينهم وهضيف حوالي كده معلقة برضه من الزيت عليهم عشان طبعا معلقة الكاكاو دي هت اه هتنشف العجينة معاي شو شوية فهضيف لكده معلقة من الزيت اتخليها تفك معاي برضو شوية او معلقة من السامنة اه زي ما حضراتكم شايفين شايفين العجينة شكت معاي فهي محتاجة مني معلقة من الزيت او معلقة من السامنة هضيف لها بس انا نضفت لها معلقة من الزيت وابتدي كده عجينها ها اي نعمة معاي زي ما حضراتكم شايفين هبتدي الوقتي اكور الغريبة بتاعتي اكورها كرات زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي تاي انا هحط فيها سوداني من جوة وهافتح وهاعملها كده فتحة في النص ده اضغطها كده ضغطة في النص عشان احشيها مربة اه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده بس ما انا علي غير اني انا اكورهي وبس ودا اللون البني بارداي طبعا انت على حسب التزينات اللي ما عندك اه عندك لولاي اه هتحط لدفيلها لولي عندك اه فزدر لدفيلها فزدر انا عندي سوداني فهضيف لها سوداني اه زي ما حضراتكم شايفين هضغطها بالشكل دي تلي هضغطها بالشكل دي واللي هضيف لها سوداني واني مساخنا الفرن بتاعتي على درجة حرارة مية وستين زي ما حضراتكم عارفين عايز النار هادية والشعلة اللي تحت بس الشعلة اللي تحت بس اه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كويرها واضيف لها كده لحبيت الفول من فوق واللي هضغطها ضغط برك عشان رحشيها مربة اه زي ما حضراتكم شايفين بواقع شايفين بواقع شايفين بواقع شايفين بواقع شايفين بواقع اهي زي ما حضراتكم شايفين وضي الغريبة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن هاي طالع ما شاء الله عليها زي ما حضراتكم شايفين اهي جميلة خالص ومسلوية من تحت شايفين السوا بتاعها من تحتها ام وفوك اه جميلة جدا وجاربوه ان شاء الله بازن الله تعجبكم ودايبة برد معاك اهي زي ما حضراتكم شايفين شايفين ازاي زي دايبة خالصة هاي وهنا طبعا في الغريبة اللي انا فتحتها كده اديتها ضغطة في النص هحشيه عندي مربة مربة فراولة اي تزيينات عندك يعني اه تشكلي مش لازم حاجة معينة تقفي عليه اه زي ما حضراتكم شايفين الغريبة وشايفين جماله وكل سنة وحضراتكم ضيبين وتنعاد عليكم الايام بخير يا رب ويلا كده واسيبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسونيش في الاشتراك واللايك في القناة وتشيروا الفيديو لاصدقائكم واحبابكم عشان الكل يستفاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة